يونيت 11 الوحدة الحداشر صف الخامس لابتداء الترمي الثاني 2021 الوحدة at the planterium at the planterium يعني في القبة السماوية at the planterium at the planterium يعني في القبة السماوية كلمات الوحدة planterium الكبة السماوية اوقاع العرض حركة النجوم والكواكب planterium planterium الكبة السماوية اوقاع العرض حركة النجوم والكواكب stars نجوم stars planets كواكب planets snack bar يعني مطعم لبيع الواجبات الخفيفة snack bar gift shop يعني محل الهداية gift shop gift gift يعني هدية هدية يعني gift 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 يعني عرض او يعرض show kids يعني اطفال kids catch يلحق بي او يلطحك بي catch book store يعني متجر لبيع الكتب book store book store متجر لبيع الكتب greet يعني عظيم greet يعني عظيم time 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 dinner وقبت العشاء dinner وقبت العشاء dinner museum متحف museum متحف museum thirsty يعني عطشون thirsty عطشون thirsty lunch وقبت الغداء lunch وقبت الغداء lunch hungry يعني جائع hungry جائع hungry have to يعني يجب ان have to يجب ان have to بعد كده عندنا تصرفات الافعال المدارع والماضي الافعال المنتظمة والافعال الغير منتظمة او الافعال الشازة عندنا الافعال الغير منتظمة لما نجي نحطها في الماضي الافعال الشازة لما نجي نحطها في الماضي او الافعال الغير منتظمة can معناها يستطيع الماضي منها could استطاع buy معناها يشتري الماضي منها put يعني اشترى see معناها يرى so يرأى catch يلتحك coat التحك have يتناول أولدي الماضي منها had go يذهب go يذهب went بعد كده عندنا important expressions and prepositions بعض التعبيرات وعروف الجر الهمة wow wow ده تعبير بنقوله عند الدهشة أو لما نكون مندهشين من شيء بنقول wow that was a great show يعني كان عرضا رائعا كان ذلك عرضا رائعا we don't have time يعني ليس لدينا وقت we don't have time ليس لدينا وقت buy زائد شيء زائد for زائد شخص يعني يشتري شيء لشخص buy زائد شيء زائد for زائد شخص يعني يشتري شيئا لشخص بعد كده عندنا conversation محادثة characters شخصيات محادثة مس نادية رامي و كم مس نادية و رامي و كم موضوع المحادثة today's conversation is at the plantarium محادثة اليوم في الكبة السماوية أو معرض عرض النجوم و الكواكب the students are on a field trip at the plantarium الطلاب في رحلة ميدانية هناك طلاب في رحلة ميدانية في معرض النجوم و الكواكب موضوع المحادثة wow did you see all the planets and stars هل رأيت wow هل رأيت كل النجوم و الكواكب yeah that was a great show كان عرضا رائعا miss نادية can we go to the snack bar هل يمكننا الذهاب الى مطعم الوجبات الخفيفة can we go to the gift shop هل يمكننا الذهاب الى محادثة no kids لا يا أطفال we don't have time لا ليس لدينا وقت oh but I want to buy a gift for my dad ولكن أنا أريد أن أشتري هدية لوالدي and I'm thirsty وأنا عطشانة please miss نادية we will hurry سوف نسرع sorry kids we have to catch the bus علينا أن نلحق بالأوتوبيس علينا أن نلحق بالأوتوبيس بعد كده عندنا أهداف المحادثة language function تستخدم wow للتعبير كتعبير صوت اللي يقال عند الدهشة أو المفاجأة عند سماع خبروا ما يعني كلمة wow نستخدمها لما نكون مدهشين أو لما نيجي نتفاجئ بسماع خبروا ما بعد كده عند طلب الإذن من شخص ما نستخدم can we زاد الفعلة في المصدر can we زاد الفعلة في المصدر عند طلب شيء من شخص ما هل يمكننا أن ثم طلب الشيء اللي احنا عايزينه can we go to the gift shop هل يمكننا الذهاب إلى معرض الهدايا أو محل الهدايا عند الرد بعد الموافقة نستخدم no kids we don't have time no kids لا يا أطفال ليس لدينا وقت بعد كده عند التعبير عن الرغبة في شيء ما نستخدم I want to أنا أريد أن زاد الفعل في المصدر أو الشيء اللي أنا عايزه I want to مثال I want to buy a gift for my dad I want to buy a gift for my dad هنا استخدمت I want to أنا أريد زاد الفعلة في المصدر اللي هو buy بعد كده عند التعبير عن الضرورة للكيان بفعل شيء نستخدم الفعل زاد have أو has to زاد الفعل في المصدر الفعل زاد have أو has to زاد الفعل في المصدر هنا we have to catch the bus علينا أن نلتحك بالأوتوبيس أو نركب الأوتوبيس هنا الفعل we زاد have زاد to زاد الفعل في المصدر catch ودي بنستخدمها عند التعبير عن ضرورة للكيان بفعل شيء بعد كده review listen and repeat I saw a film at the museum today لقد رأيت فيلم في المتحف اليوم did you have lunch at the museum هل تناولت وجبة الغداء في المتحف no I didn't لا I'm hungry أنا جوعان let's have some dinner هيا بنا نتناول بعض العشاء بعد كده success is بعد كده باقي كلمات الوحدة عندنا هناخد الكواكب الكواكب ميركري ميركري يعني عطارد عطارد ميركري عطارد أو كوكب عطارد ميركري كوكب الزهرة فينوس كوكب الزهرة فينوس كوكب الزهرة فينوس كوكب الأرض Earth كوكب المريخ Mars كوكب المريخ Mars كوكب المشترى Jupiter كوكب المشترى Jupiter كوكب زحل Saturn كوكب أورانوس كوكب نيبتون نعد ثاني على الكواكب كوكب عطارد Mercury كوكب الزهرة Venus كوكب الأرض Earth كوكب المريخ Mars كوكب المشترى Jupiter كوكب زحل Saturn كوكب أورانوس كوكب نيبتون كوكب نيبتون تذكرة تذكرة كول لطيف أو زريف كول لطيف أو زريف كول بعد كده عندنا important expressions and prepositions بعض التعبيرات وحروف الجر الهامة Here is a ticket تفضل التذكرة Here is a ticket تفضل التذكرة Take a picture يلتقط صورا Me too وأنا أيضا Me too What's wrong يعني ما الأمر أو ما المشكلة What's wrong Don't worry يعني لا تقلق Don't worry لا تقلق Don't worry بعد كده عندنا تعرفات الكواكب Planets in the solar system يعني الكواكب في المجموعة الشمسية Planets in the solar system الكواكب في المجموعة الشمسية أول حاجة Mercury عطارد Mercury Mercury is the closest planet to the sun يعني كوكب عطارد هو الأقرب الكواكب إلى الشمس بعد كده عندنا فينس كوكب الزهرة The planet that is second from the sun after Mercury and before the earth كوكب الزهرة هو الثاني للشمس بعد كوكب عطارد وقبل الأرض بعد كده عندنا كوكب الأرض Earth Earth is the planet we live on كوكب الأرض هو الكوكب الذي نعيش فيه بعد كده Mars Mars كوكب المريخ The planet that is fourth from the sun after Earth and before Jupiter كوكب المريخ هو الرابع للشمس بعد كوكب الأرض وقبل كوكب المشترة Jupiter كوكب المشترة Jupiter is the biggest planet in the solar system كوكب المريخ هو أكبر الكواكب حجما في المجموعة الشمسية بعد كده Saturn كوكب زحل The planet is sixth from the sun after Jupiter and before Uranus كوكب زحل هو السادس بعد الشمس في المجموعة الشمسية بعد كوكب المشترة وقبل كوكب أورانوس كوكب زحل هو السادس في المجموعة الشمسية بعد كوكب المشترة وقبل كوكب أورانوس بعد كده عندنا استمع وأشر هل رأيت العرض؟ هل رأيت العرض؟ نعم كان جميل كان لطيف هاو شكرا كاميرا هذه كاميرا لطيفة شكرا أنا أحب أن أخذ الصور أنا شكرا أنا أحب أغذر الصور أو ألتقاط الصور أنا أيضا ثم ما المشكلة؟ ما المشكلة؟ لا أستطيع أن أجد المدرسة لا تقلق سأساعدك أن تجد المدرسة أنا أساعدك أن تجد المدرسة بعد كده عندنا القعدة أو الجرامر بتاع الواحدة 11 وهو المصدر زمن المدرع البسيط مع الفعل زائد الفعل في المصدر أول حاجة عندنا سأستمع مردد I want to see Mercury let me look he wants to see Mercury let him look I طال إلى me we طال إلى us he طال إلى him they طال إلى them she طال إلى here دي اسمها دمائر المفعول اسمها دمائر المفعول ودمائر المفعول بتحل محل المفعول بعد كده بقى عندنا simple present with want to زائد الفعل في المصدر تستخدم فعل want في زمن مضارع البسيط مدبوعة بالفعل في المصدر القعدة الفعل زائد want to زائد الفعل في المصدر الفعل عبارة عن هي وش هي وقت والاسم المفرد زائد want to هنا want بيضيف لها اس مع هي وش هي وقت والاسم المفرد want to زائد الفعل في المصدر والفعل لما يكون i وي وزاي ويو والاسم الجامع بنضيف want to بدون اس زائد الفعل في المصدر مثال هنا استخدمنا زائد الفعل في المصدر زائد تكملة الجملة يزال هو يريد أن يرى المشترة هنا استخدمنا الفعل لأن الفعل هي سوف نضع Lumions ثم نجد نقوم off ل specifications ضمان الفعل وتحولاتها ضمائر المفعول ضمائر وضمائر الفعل ضمائر الفعل هي ات زي ما هي ووي اس يو يو زي ما هي زي زم اذا هنا عندنا ضميرين اتنين ما بيتحولوش اللي هو ات هو او هي لغير العقل هو ات زي ما هو في ضمير المفعول وعندنا يو هي هي يو في ضمير المفعول لما اجا اقول listen to him listen to him يعني استمع اليه استمع اليه اذا هنا him حلت محل مفعول حلت محل مفعول لما اجا اقول please help me لو سمحت ساعدني ساعدني يبقى انا المفعول me هنا حلت me حلت محل المفعول بقت ضمير مفعول look at her she is running look at her she is running هنا انظر اليها هي تجري هنا look at her يبقى هي المفعول هنظر اليها يبقى هي المفعول هنا بقت فاعل she is running هي تجري هنا بقت فاعل لان هي اللي بتجري اما الجملة الاولى انا هنظر اليها يبقى هي المفعول هي اللي حيق عليها الفعل بقت هنا مفعول اما هنا هي بقت فاعل she is running هي تجري can i ask them some questions يعني ممكن انا اسألهم بعض الاسئلة ممكن انا اسألهم بعض الاسئلة هنا اسألهم يبقى هم المفعول هم الواقع عليهم الفعل انا اللي هسأل انا الفاعل وهما المفعول لان هما اللي هيتسألهم هذا كان ضمائر المفعول بعد ذلك عندنا سيغط الأمر سيغط الأمر سهل من فعل في المصدر زائد تكملة الجملة عندما أقمر فقام 1 أستخدم الفعل في المصدر زائد تكملة الجملة زي ايه؟ لما اجا اقول turn left اتجه يسارا turn left اتجه يسارا اذا هنا الفعلة في المصدر اللي هو turn زائد بقية الجملة turn left اتجه يسارا هنا بدأنا بالفعلة في المصدر للتعبير عن الأمر بعد كده let him go دعه يذهب دعه يذهب او اسمح له لكي يذهب هنا استخدمنا الفعلة في المصدر بعد كده come here تعالى هنا come here تعالى هنا هنا الفعلة في المصدر للتعبير عن الأمر طب للتعبير للأمر بطريقة النافي للأمر بطريقة النافي تستخدم ايه؟ نفس القاعدة اللي هو الفعلة في المصدر زي تكملتكم بس بحط قبلها don't بحط قبلها don't و don't مع هي وشي و ايت و اي يعني لو الفاعل لو الفاعل اسمه مفرد مثلا برضو اقمر ب don't ايوة اقمر ب don't ما بحطش داز دايما الأمر بيبقى ب don't don't زائد الفاعل في المصدر زائد تكملت الجملة دا لو هاقمر بنافي لو هاقمر بنافي don't زائد الفاعل في المصدر زائد تكملت الجملة طب لو هاقمر باثبات يبقى الفاعل في المصدر زائد تكملت الجملة don't turn lift لا تتجه يسارا don't let him go لا تدعو يذهب don't come here لا تأتي هنا بعد كده لصنا كده الفاعلة بعد كده اكسرسايزز بعد كده بعض الاصوات boil boil يعني يغلي boil oil زيت oil point يشير point ولد boy ولد boy مرح joy أو مرح joy joy مرح joy oyster صدفة أو محارة oyster صدفة أو محارة oyster صدفة أو محارة oyster full soy full soy toy toy لعبة أو دمية toy coin عملة coin عملة coin ورق معدني أو للف الطعام foil ورق معدني للف الطعام foil يربط أو ينضم إلى join يربط أو ينضم إلى join broiled broiled مشوي broiled بعد كده sun ابن sun ابن sun نوز أمف نوز أمف سوس سالسة sauce سالسة sauce بعد كده عندنا تصرفات الأفعال boil يغلي boiled point يشير pointed throw كشر front cook يطبخ cooked join ينضم أو يربط joined love يحب loved jump يقفز jumped jump يقفز jumped فكده خلصنا الوحدة 11 صف الخامس لابتداء التيرم الثاني 2021 21